لا تزال إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تتمسك بسياساتها تجاه إسرائيل رغم الادعاءات المتكررة برفض انتهاكات الاحتلال والتي أصفرت مؤخرا عن مقتل سبعة من عمال الإغاثة بمنظمة المطبخ المركزي العالمي الجريمة الإنسانية التي أغضبت وأحزنت فؤاد الرئيس بايدن لم تدفعه لإصدار قرار صارم ضدة لأبيب بل أوضحت بيانات البيت الأبيض انحياز واشنطن للرواية الإسرائيلية بأن هذه الغارة لم تكن متعمدة بحسب صحيفة بوليتيكو الأمريكية الصحيفة أكدت أن السماح بدخول المساعدات وطلب محاسبة المراقبين الذي قد ينتهي به الحال إلى بيانات الخارجية بشأن محاسبة المراقبين يعد أقصى ما سيذهب إليه بايدن والبيت الأبيض في الوقت الراهن وبحسب مسؤولين أمريكيين رفيع المستوى فلطالما وقف الرئيس الأمريكي مع إسرائيل في الحرب التي تشنها على قطاع غزة كما قاوم دعوات التقدميين في الحزب الديمقراطي والأصوات المؤيدة للفلسطينيين وعارض أيضا فرض أي شروط على الدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل أو فرض قيود أخرى موقف بايدن يتسبب في انقسامات داخل إدارته إلا أنه وبالرغم من ذلك لا يعتزم تغيير سياساته الداعمة لإسرائيل على طول الخط فوفقا للمسؤولين الأمريكيين فإنهم لا يستطيعون أو لا يريدون رسم خط حقيقي مع إسرائيل تصريحات المسؤولين الأمريكيين للصحيفة تتوافق مع أخرى سابقة لمنصق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي بأن الولايات المتحدة لا تخطط لتحول محتمل في نهجها تجاه إسرائيل في الوقت الراهن جهود أمريكية في الاتجاه الخاطئ للإنسانية ترغب واشنطن من خلالها في حماية إسرائيل وتوفير الغطاء الدائم لها في حربها على قطاع غزة وبالرغم من تواصل سلسلة انتهاكات الاحتلال بقطاع غزة والانقسام السياسي والشعبي الذي ملأ الشارع الأمريكي ذاته نتيجة مواقف إدارته المثيرة للقلق فإن ذلك لم يمنع البيت الأبيض من إدارة الأزمة وفقا لما تريد إسرائيل وحكومتها